اهلا بكم عزيزي طالب طالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برنامجنا والمخصص طبعا لطلبة التعليم الصناعي وهي هنتكلم النهاردة عن المادة مهمة جدا وهي مادة الحاسب الائلي مادة الحاسب الائلي او مادة الحاسب في الصناعة هي مادة زي ما قولنا قبل كده مهمة جدا وقدرنا نطوعها ان هي تخدم التخصصات الفنية اللي عندي وفي الحلقة اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت على طول كنا بنتكلم عن ازاي بشتغل على البرنامج وبتعامل معاه وكمان اه عرفنا ازاي نفتح الملف الاول مرة وكمان عرفنا ازاي نقوم بعملية الحفظ على البرنامج وقلنا في جزئية الحفظ دي بالذات فيها مهارة كويسة جدا مفروض اكون انا فاهمها وعارفها عشان اقدر اعرف الفرق بين الاتنين اللي هي السيف والسيف از او الحفظ والحفظ باسم تعالوا نتكلم على الجزئية دي طبعا انا لو جيت اتكلم عن الجزء الخاص بالحفظ انا هاحفظ بقى خلاص فده بيكون بناء على ان انا اعملوا افديت بالتصميم الجديد او الجزء اللي اضفته للتصميم بس بيقابلني هنا مشكلة كل ما انا هضغط سيف اللي انت عملته هيكون ثابت على البرنامج وهيكمل التصميم واللي فات مش تقدر تعمل الزرار التراجع مفيش تراجع خلاص انت كده وصلت للتصميم طيب لو انا عايز بقى اي اعمل العكس انا عايز احتفظ باخر حاجة عملتها لا ربما وانا شغال تحصل معي مشكلة في التصميم فيقع مني فاقدر ارجع تاني خط والورا عشان اخد التصميم بتاعي وارجع اكمل من عالي تاني فبعمل ايه بعد مخلص التصميم بتاعي بعمل سيف اس هحفظ بشكل مختلف هحفظ الملف كأنه بتحفظ من جديد لأول مرة باسم جديد بس هنا يبقى التمرين رقم واحد او الخطوة رقم واحد اللي انا رسمت فيها الاساسيات الاولية للتصميم رقم اتنين بدأت احط خطوط عريضة للتصميم اللي هو رقم اتنين اللي عملت له وسميته تمرين اتنين طيب انا دلوقتي انا شغال في تمرين اتنين لو باز مني وانا شغال لو الشغل باز مني ومش قادر اعمل تراجع والخطوط بقت كتير وانا مش قادر اوصل للشكل اللي انا عايزه وفي حاجة غلط حصلت طب الحاصل دوت هيتعالج ازاي عندي نسخة قديمة من الشغل ما كانش فيها الابديت اللي كان فيه المشكلة فاقدر اعمل عليها الشغل اللي انا عايزه طيب بطريقة تانية الفرق بين save as و save وفي استخداماتهم لو انا عملت على ملف save واقدر اوزعه على ثلاثة اربعة من الزملاء واطلب من كل واحد يعمل لي اا تصميم بتصور معين فكل واحد هو قاعد هيعمل الشغل بتاعه على الايه التصميم اللي انا في الاساس صممته بس انا حافظه عندي save كل واحد فيهم هياخد الملف واطلب منه احفظه بايه بشكل جديد فبالتالي لو هو خده وحافظه بالشكل الجديد هيبقى ملف جديد بستكمل عليه الشغل بتاعه فطب وبعدين لو بص منه الشغل هيعمل التراجع بتاعه هو لو انا شفت ان شغلهم مختلف عن الشغل اللي انا عايزه فانا برضو هفضل محتفظ بالشغل القديم وارجع اكمل عليه الشغل بتاعي مرة تانية ف save لو انا شغال على تصميم ومحتاج ان انا اكمل وطول ما انا شغال الخطوة دي سليمة اكمل اللي بعدها كل ما هتضغط save برنامج مش هتطلب منك كتابة اسم الملف خالص لكن اول ما هتقوله save as على برنامج او على تمرين مفتوح قبل كده فهيبدأ يقولك ايه طب انت ناوي تسميه ايه هو كان تمرين رقم واحد انت ناوي تسميه ايه تمرين رقم واحد برضو ولا مسمى جديد طب وهل عايز تحفظه على نفس المكان ولا هتختار مكان تاني على الجهاز تحفظ عليه ممكن تحفظ على drive مختلف ممكن تحفظ على memory ايا كان طريقة الحفز او مكان الحفز انت هتحفظ عليه المهم ان الحاجتين دول تغيير الاسم ومكان الحفز انت بتختارهم اول ما بتفتح او بتختار الجزء الخاص بsave as كده احنا عارفنا عملية الحفز والحفز باسم بتتم ازاي وقلنا ان الحفز دي انا بشغال على ملف وكلما بخلص حاجة باحفظ وخلاص وبيفضل بنفس المسمى وفي نفس المكان الحفز باسم ان انا خدت الشغل بتاعي وبعايز اعمل ملف منبسك منه بمسمى جديد هو اسمه تمرين واحد بس هو انا اشغل عليه هاجي اقول له احفظ ليه باسم وهقول له الاسم الجديد تمرين اتنين وشيلهولي بدل ما هو عالسيه خليه على الدي خليه على الفلاشة اي ان كان خليه على التليفون اقدر احفظ في اي مكان مدام المكان ده فيه سعة تخزينية مناسبة للملف بتاعي بس واجب علي وانا بحفظ اعبا متأكد ان انا بحفظ بنفس الامتداد اللي انا اقدر اشغل عليه البرنامج مرة تانية تمام كده طيب نجي بقى على فتح ملف قديم انا اشتغلت وعملت التصميم بتاعي ومحتاج ان انا اخد الملف القديم ده هكمل عليه شغل اللي هو لما هضغط على زرار سيف هيكمل حفظ ايه عليه ازاي افتح ملف قديم موجود عندي على الجهاز اول حاجة لازم كنا انا عارف مكان الملف في الاساس عشان ادور عليه وابدأ اضغط على ايكونة الخاصة به وابدأ ان انا اشتغل عليه طيب اده لو انا عارف مكانه طيب لو انا بقى اشغاله على البرنامج اصلا وبقول للبرنامج لأ هاتلي بقى اخر حاجة احنا فتحناها كده وشغلها له تعالوا نشوف ازاي نفتح ملف قديم موجود عندنا على الجهاز عن طريق برنامج الاوتوكاد نفسه البرنامج بسيط زي ما قولنا وكل ما علينا ان احنا اول ما هنفتح البرنامج نكون جاهزين عليه طيب ازاي افتح ملف قديم بقى هنا طبعا التمرين اللي معانا هنا هيفضح الكلام ده انا هنا عندي فيه ايكونة تشبه الفولدر وفيه موجودة في شريط العنوان وموجودة في شريط الادوات وفي قايمة فايل برضو هنلاقي نفس الايكونة دي هنا طبعا لما اول ما اضغطت عليها بيقولي ده البرتشن دي موجودة عندي فيه اربع ملفات اوتوكاد انت حافظ الشغل بتاعك في مكان تاني ولا هي موجودة على دي انا هنا اخترت الدي فعلا انه هو موجود وعندي اربع تمرين بختار التمرين الكبير ده اللي هو يظهر امكانيات الوتوكاد البسيطة اللي احنا بنتعلمها مع بعض هنا وفتح معايا التمرين اللي قدامي ده ده تمرين طبعا سلسل اللي بعدها هنستكمل او منستكمل شغلان ان شاء الله هيكون من ضمن التمرين اللي احنا هنرسمها بعض فيه هنا تاني ممكن اضغط على close عفلت التمرين واروح افتح من مكان تاني المكان التاني ممكن يكون من الجزء الخاص بشريط العنوان او من قائمة فايل قائمة فايل فيه هنا عندي open او control o اقدر اشتغل الاختصار ده وهروح ادور على تمرين تاني ادي التمرين مثلا او drawing one شغلتها برضو قدرت افتح الملف منه فيبقى انا كده فتحت من مكانين شريط الادوات كان فيه ايكونة الفولدر وقائمة فايل من قائمة المنسادلة اخترت فيها برضو فتح ملف اه اديم وبرضو عندي في شريط العنوان فوق برضو فيه نفس الطريقة الجزء الخاص بالعلامة بتاعتي اللي هو في الاعلهن فبالتالي بانا عندي مرة من شريط العنوان ومرة من شريط الادوات اهو ومرة من قائمة فايل ايا كان الملف اللي انا بفتحه هو المقصود من شغلي ان انا كنت شغال على الملف ده واقدر افتحه عشان اعدل عليه طبعا لو انا مش ناوي اعدل وعايز اقدل الملف بتاعي ليه اشخاص تانية تتفرج بس مش هتعدل عليه في طريقة تانية عشان ياخدوا الملف بتاعي واقفلهم حتة التعديل دي في حفظ الملف او اعادة فتحه فيه ما بعض عشان يكون محتفظ دايما بالإيه بالإصدارة بتاعتي وده بيحصل لما اكون انا شغال وبعمل تصميم وعايز اوريلي العميل بتاعي فبحفظ الملف بصيغة تسمح له يشوف التصميم لكن ما يعدلش عليه طب انا الفرق بيني وبينه ايه او بين عميل وبين زميل معايا في المكتب لو انا شغال على التصميم محتاج ان زميلي يكمل مرحلة بعدية فبالتالي لما باجي قد زميلي بديه الملف محفوظ بامتداد يسمح له بفتحه والتعديل عليه فبالتالي هو يقدر ياخد مني الملف ويقدر يكمل عليه شغل وبعد ما يخلص شغله يقدر يحفظه بالشكل المطلوب او بالاسلوب المطلوب يقدر يحفظه لي انا بالامتداد اللي اقدر اشغله ويقدر يحفظه لنفسه بالامتداد اللي هو ايه عايز يديه للعميل اللي هو ممكن يكون امتداد بشكل صورة يقدر على فكرة برضو البرنامج فيه نظام الحفظ عن طريق الفيديو قادر اشغل فيديو ويسجل للشاشة واستعرضها مع العملاء البرنامج فيه مهارات كتيرة جدا بس المطلوب منك تقدر تتعامل مع المهارات دي احنا بجي بنقول احنا بند كل المهارات الخاصة بالبرنامج لا ده احنا بند الخطوط الرئيسية اللي اول ما هتقعد على برنامج تقدر تتعامل بيها زي بالزبط كده لما تكون لسه بتتعلم السواقة هل انت وانت بتعلم السواقة بيعلمك تجري على طريق بسرعة مية وعشرين كيلو او ميتين كيلو لا ده اقصى اه حاجة انت بتتعلمها في السواقة تبقى العربية ماشي على عشرين كيلو في الساعة عشرين تلاتين بالكتير اوي كمان بيبقى كن بتجري كمان فبالتالي معنى كلامنا ان احنا بندك المبادئ اللي بيها بعد ما تتعلم خد بقى اللي تعلمته ده وافتح به اللي انت عايزه فبالتالي بقى عندك المهارات والقدرة ان انت تطور من نفسك عشان تطلع بالتصميم بالشكل انت عايزه بالتالي كل الناس بتشتغل على الاتوكات بس في واحد مميز يقدر يطلع شغل منه كويس واحد اه شغال بشكل ايه روتيني او زي احنا بنسميه كده نمطي هو خدر الخطوات يتعلمها حفظها جاله شغل من برة بينفز عليه نفس الخطوات ما عندوش فكرة انه ازاي يفتح من كذا مكان ما عندوش فكرة انه يقدر ينفز التمرين ده بكذا طريقة منهم طريقة سريعة توفر عليه خطواتين تلاتة وده كمان اللي ما تكلمناش فيه فيه الفرق بين الاصدارات هو ليه اوتوكاد كان بادئ باصدار قديم اللي هو كان زمان من ادرسه في المدرسة هو كان اصدار الفين وبعد كده بقى الفين واربعة وبعد كده ارتفع شوية بقى الفين ويه سبعة بعد كده وصلنا الالفين وثلاتاشر وفيه بطمنتاشر طب والفرق بينه بالاصدارات دي ايه في الاصدارة الاولى اللي كانت اصدارة الفين كنت انت بتكتب معظم الاوامر بايدك في الفين واربعة بدأ يخف عليك كتابة الاوامر شوية فيه الفين وثلاتاشر تقريبا ما بقيتش تكتب اوامر كتير تكتب الاوامر المهمة بس في الفين وثمنتاشر تطوير في الشكل وفي المضمون وفيه ايضاية الازرار وفيه الوجهة بتاعت البرنامج وسهل عليك التعامل مع البرنامج بقى فيه ادوات مساعدة اكتر بقى انت يساعدك ان انت تنجز اه موضوعك او تصميمك بشكل اسرع فده طبعا ادى الى اه زهور او التعامل سهولة التعامل مع البرنامج تطوير في صالح المصمم وفي نفس الوقت بيديك شكل تقدر تعرضه على العميل بتاعك يكون موافق عليه او يقدر يوافق عليه بسرعة فبالتالي كل ده بيساعدك ان انت تقدر تطلع بشغلك بشكل ايه بشكل كويس طب بعد كده بقى عندنا ايه عندنا حاجة مهمة الخلفية بتاعت البرنامج زي ما احنا شفنا من شوية كده كان لونها ابيض وفي الغالب مع بداية تصطيبك او تثبيتك للبرنامج على الجهاز بيكون مفتوح بخلفية لونها اسود في الطبيعي انت مش هتطبع شغلك على خلفية سودة ومش هتطبع شغلك بخلفية بيضة ممكن تكون عايز تحط اشكال والوان في الخلفية بتاعت البرنامج او حتى تتعامل مع الخطوط اللي انت هترسمها على البرنامج فبتختار الوان لكل حاجة طبعا لما ينجي ننفذ التمرين ده هوليكم الجزء الخاص بالموديلز دي اللي احنا بنلعب فيها وبنبدأ نغير حاجة حاجة زي ما انا عاوزين الخطوط الوان الابعاد الوان الخطوط الرئيسية الوان الخطوط المساعدة الخلفية الكتابة كل ده انت بتقدر تتحكم فيه من الجزء اللي انت هتشوفه دلوقتي معنا فيه تمرين تغيير خلفية البرنامج طب وانا بغير خلفية البرنامج هيأثر معايا طبعا هيأثر معايا حسب الهدف من البرنامج طب بالنسبة لتغيير الخلفية ايه هي الخطوات بقى انا ننفس بيها تعالوا نتفرج عليها انا هنا زهرت زهرت الخلفية لونها اخضر فكل بعملو كليك يمين على منطقة العمل واختار option بتفتح الويندوز دي باختار منها رقم اتنين دي طبعا قايمة option كلها باختار display بعد كده باختار color وتعالوا نقف في المنطقة دي شوية بقى اول ما جاي هنا اهو لاحظنا ان هنا فيه حاجات كتير جدا مكتوبة دي ممكن حتى الشريط هنا لسه صغير ولسه اقدر انزل بيه كما لتحد كل كلمة من دول ليها لون هنا وليها دلالة في منطقة الرسم المودلز المفتوحة دي بيقولك انت لما ضغطت هنا وغيرت اللون انت بتغير مثلا لون الرسم انت بتغير لون الخطوط المساعدة لون الاشارات لون الخلفية لون الخطوط مجسم كل كلمة من دول ليها هدف او ليها شكل عندي في التصميم طيب بعد كده نبدأ نستكمل هنا طبعا زي ما هنشوفنا كده هبدأ ان انا ايه اتعامل مع الباكجراوند يعني هنه موجود عندي ايه باكجراوند بختار الاصفر بيتغير هنا بول بلاي هنا الوندوز دي مفروض اديها اوكي عشان يشوف الاصفر في الخلفية طبعا ظهر معايا اللون الاصفر في الخلفية حاجة برضو من قائمة طولز ودور على اوبشن اخر حاجة في قائمة طولز هدور على تسبيلي برضو وهدور على كارر اضغط عليها تفتح الوندوز هنا طبعا الباكجراوند هو الناشيط فبختار لون تاني واللي يكون اللون الازرق عايز الوان تانية غير الالوان الموجودة عندي بختار من بلاتة الالوان الموجودة عندي لها الاندكس كالر وبختار بالشكل اللي هو المربع زي ما انا عاوز في طبعا طريقة تانية لاخترار الالوان من نفس المكان انا طبعا اخترت اللون الظهر قدامنا ده اقدر اختار من مكان تاني هنا طبعا انا سيب الاندكس كالر واختار اغير اللون بتاعي ممكن يكون عجبني اللون ده فبضغط له اوكي كده انا قاعد بغير في الباكجراوند بس مغيرتش في اي حاجة تانية لكن وانت شغال تقدر تتفرج وتقدر تغير في الالوان اللي موجودة عندك بالشكل اللي انت حبه فبالتالي كان سهل جدا احنا نتعامل مع عملية التغيير ده كل ما هنالك انت تيجي في منطقة العمل هنا وكليك يمين في اي مكان في منطقة العمل وبتبدأ تختار option وبتبدأ تشوف التمرين بالشكل اللي انت ايه عايزه يبقى انا كله هعمله ادي كليك يمين option فتحنا الويندوز بتاعتي بالشكل ده display رقم اتنين اللي هو العلامة اللي احنا بنشاورين عليها دي بضغط عليها عشان تظهر لي الصفحة بتاعتها بختار color وابدأ اتعامل مع كل الالوان اللي معايا بالشكل المطلوب كل حاجة من هنا ليها اسم طبعا هنا طبعا بتابع واحدة واحدة مع الجزئي دي طبعا هنا مثلا زي 3D موجودة 2D موجودة وهكذا light كمان عندي control وهكذا كل حاجة من دول ليها ايه حتى grade اللي هي الخطوط اللي هي الطولية هوي العرضية برضو بقدر اتعامل معاها بالتغيير الوانها وطبعا كل ما هضغط على واحدة من دول هيظهر لي لونها الاساسي هنا فافتح القيمة واضيف اللون الجديد بعد ما بخلص خالص كل اللي بعمله بضغط على ايه بضغط على اوكي عشان انفذ التمرين بتاعي او اضيف اللون بتاعي هنا على طول اول ما هضغط apply and close خلاص كده اللون هو اللي في الخلفية ادي له اوكي كده الموضوع بقى معايا في الخلفية بقت خلفيتي باللون الاصفر اللي احنا شايفين يبقى الموضوع سهل وبسيط طيب زي ما قلنا مرة تانية بعمل ايه تاني اقدر افتح من قيمة tools واقدر اكمل التمرين بتاعي بالشكل المطلوب برضو انا رايح على النغير الخلفية tools هنزل مع القيمة بتاعتها للاخر هلا option هتفتح نفس ال windows هختار display لرقم اتنين في القيمة من العلوية بختار color وببدأ ان انا اوصل عشان انفذ التمرين اخترت اللون الازرق بضغط عليه طبعا اقدر العب في اللون زي ما انا عايز مش عاجبني الازرق اختار اللون تاني من بلدة الالوان وبعلم عليه وبضغط اوكي وهو اللي بينزل على طول عندي في في الخلفية هنا خلاص هيظهر لي الشكل ده انا موافق عليه apply and close وطبعا بكمل بقى طبعا التمرين بتاعي بالشكل المطلوب مش عاجبني اللون بختار البلدة مرة تاني او ال index color وببدأ ان انا ألعب على اللون مثلا اختارت اللون الفوشية اللي قدامي ده طبعا كل لون انا اختاره في الخلفية هكون له دلالة وهيأثر على شكل التصميم اللي انت هترسمه فبالتالي وانت بتختار الوان التصميم خلي بالك هتساعدك ان انت تستكمل شغلك بالشكل المطلوب ممكن يكون انت مطلوب منك تعمل التصميم وتطبعه الوان فأول ما هتطبعه الوان اللون اللي انت هتحطه في الخلفية اللون اللي انت هتحطه على الخطوط بتاعتك على الخطوط المساعدة هيكون له تأثير في مرحلة التنفيذ يعني انت ممكن تتعامل معهم بالالوان يا جماعة كل خطوط الحمرة هتكون خطوط أساسية كل خطوط الرمادي هتكون خطوط مساعدة كل الإشارات اللي لونها مثلا أصفر دي هتكون خطوط مثلا إرشادية مش عايزها على الطبيعة كل الخطوط المنقطة اللي لونها أزرق مثلا دي خطوط في الخلفية وهمية فبالتالي أصبح اللي هياخد منك التصميم مع دليل إزاي يتعامل مع الخطوط دي وده مهم جدا لأنه أنت اللي بتديله أصلا في الأساس خطوط التصميم العريضة اللي هيبدأ ينفذ عليها لأرض الواقع فبالتالي الحركة منك أو الخطوة منك على الرسم بتكون خطر في التمفيذ فالخطورة مش أنه أنت عاد في مكتب ما عندكش خطر بالعكس ده اللي بينفذ تحته أصلا بينفذ فكرك أنت فبالتالي لو حصل مشكلة حتى نلاقي لما بتحصل مشكلة وإيه لقدر الله عمارة بتقع يكون لسه معموم لقريب وآآ سقطت بيحصل إيه مش بيمسكوا اللي عملها بس أو اللي بناها أو اللي نفذها بس ده كمان بيشوفوا الأول يرجعوا للتصميم ما يمكن التصميم هو اللي أثر على التقل بتاع الوزن اللي شايله آآ أساسات العمارة فبالتالي وقت يكون هو اللي طالب الأساسات دي دينسوا دايما دايما أنه في حاجة سمها مكتب استشاري هو اللي بيكون مسؤول عن الرسومات ومسؤول عن التنفيذ تحت فبالتالي هو رسم الرسمة وتبعها في التنفيذ بمهندسين تانين فبالتالي إذا أنت رسمت صح وكلامك ده اتطبق على أرض الواقع بنفس الشكل اللي أنت فكرت فيه هتطلع تصميم كويس وتصميم هيعيش هيعيش فترة كبيرة من الزمن ولو بحثنا في الموضوع ده عشان نشوف حتى الرسمات الهندسية ليه خلينا في العمارات لنهي طبعا أكتر مثال يقدر ينفذ أو يقدر نشوف بيه شغل بالوتوكاد ابحث كده على النت وابدأ دور على تصميمات هندسية باستخدام برنامج الوتوكاد هتطلع حاجات كتير جدا موجودة وتم تنفيذها كمان تقدر تشوف كمان إزاي قدروا ينفذوها تشوف الرسمات بتاعتك وتشوف طريقة تنفيذها على أرض الواقع طبعا اللي مش كسمع مرة يكون مهتم بس فبالتالي أنا عايز أعرف بس هو بيرسمه إزاي وبينفذه إزاي اللي هيتم هنا هيتم في كل التخصصات طيب إنت بقى كتخصص فني أنا مش عمارة أنا نسيج واللي جنبي سيارات واللي جنبي زخرفة واللي بعد كهرباء هنعمل إيه بالوتوكاد أنا ما عندش عمارة وكل الشغل هنا الموديلز بدائما بنقول إن هي معمولة للعمارة أنا هعمل عليها إيه لو أنا برسم راس مهندسي أهيرة مادة عادية خالص وبتشتغل في كل التخصصات برسم فيها خطوط وبرسم فيها دوائر وبرسم فيها مسلسات برسم فيها مضلعات زي ما إنت عاوز هترسم عليها بس إنت بتجمع كل الحاجات دي وبتطلع بيها بتصميم جديد بناء على كده أنت بتعدل شغلك وبتشوفه على طريق تخصصك على البرنامج يعني أنا مثلا برسم رسمة هندسية تخص تخصصي في الآلات مثلا أو في الرسم الهندسي خلاص دي بتاعتي مادم تقدرت تتسمعها على البرنامج فهي خلاص بتاعتك نسيجي بقى نسيج ملابس ملابس في بقى جزء عملناه في التخصصات اللي هي النسجية كمان بالأكتر يعني بعيدة عن التخصصات اللي بترسم الرسم الصناعي طبعا وبالأكتر يقدر يرسم الرسم الصناعي ويقدر يجيب كمان الأوجه التلاتة للمنظور بطريقة هنا طبعا لو بيرسم رسم ثلاثة الأبعاد التخصصات التانية قدرت أن هي تعمل تصميمات تنفع تتطبق في المساحة اللي قدامي دي اللي هي منطقة العمل اللي هي بنظام التوديم مثلا الجماعة بتوع الملابس الجهزة قدروا يرسموا جزء كبير جدا من الباترون دي مادة الرسم اللي يعتبر رسمها الرسم الفني عندهم بس مسمها الداريك باترون قدروا يرسموها عندي على برنامج أوتوكات كوسمتريكو قدر ينفذ الغرز بتاعته إزاي بتتعاشق اللي هي منسموها مادة تراكيب جزء عندهم في المواد الخاصية بتاعتهم قدروا ينفذوا الجزء ده على برنامج أوتوكات كوسم النسيج كوسم النسيج عنده بيرسم أصلا الألات عادي ممكن يرسمها بشكل هندسي عادي فبالتالي هو بيستخدم الهندسة بس برضو قدر يرسم التراكيب النسيجية بتاعته بنقسم مربعاته بدأ إلوه من مربعاته يسيب مربعات تانية باستخدام مهارات الموجودة عندنا على البرنامج قدر يرسم مادة المنسوجات أو تراكيب النسيجية قدر يرسم الألات بيقدر يشتغل عليها ما فيش أي مشكلة يبقى أصبح أن أنت وانت على البرنامج ده هو برنامج أنا هعلمك فيه إزاي تستعمل الأدوات وبالأدوات اللي أنت هتتعلم إزاي تتعامل معاها دي تبدأ تشتغل في مجال تخصصك الموضوع هيكون بسيط جدا طيب اللي هيساعدك أكتر مدرسك المتخصص اللي موجود معاك في سنة ثالثة هيديك التمرين ده ويتابعك وانت بيتنفزه لأنه في نهاية العام الدراسي في امتحان العملي ممكن يقول لك نفذ تمرين باستخدام برنامج لوتوكاد في مجال تخصصك ويديك رسمة في تخصصك ويقولك تفضل إيه اشتغل اللي هي فبالتالي لازم تكون عارف تتعامل مع الرسمة دي طيب أنا عندي هنا بقى مشكلة تانية هتقابلني في الامتحانات وهتقابلني وأنا شغال في المعمل مع زميلي في البداية وأنا بدرس وهتقابلني لو أنا قعدت على جهاز مش بتاعي وهي إن أول ما قعدت كده محتاج إن أنا أرسم أدور على شريط الرسم مش لقيه وراح فيه ما هو ده البرنامج أخو بتاعي أطفي البرنامج وأشغله مش موجود طب أعمل إيه طب أفتحه بطريقة تانية برضو الشريط مش موجود إيه اللي حصل اللي حصل إن زميلك اللي قابليك سحب شريط الرسم وقفله أو زميلك اللي قابليك سحب شريط الرسم وحطه فوق أشريطة الأدوات فاختفى من قدامك إنت عارفه إن هو موجود على شمالك بس ما بقاشش على شمالك ده الشمال بقى فاضي الله طب والشريطين اللي كانوا هنا فين اللي أنا بيشتغل عليهم أصلا اللي هو الشريط درو والشريط مدفاي دول أهم شريطين عندي مش موجودين طب أنا أعمل إيه في الوقت ده لازم أكون عندي مهارة طبعا دي بقى بيهدها عن التمارين التخصصية أو التمارين الاساسية بس تعتبر حاج أساسية لازم تكون معاك لازم تكون أعرفها لو اختفى مني شريط أدوات أجيبه إزاي إزاي أخفي وإزاي أظهره يبقى أنا كده لو روحت متحان وملقتش الشرايط أعرف إن زمالي خفوها أطمن الأول إن هي مخفية أو مش مخفية لو مخفية أظهرها مش مخفية دور عليها هتلاقيه إنت بتظهر وبتختفي بيبقى فيه شريط بيظهر ويختفي معاك بتعرف إن هو ده الشريط اللي بتظهر عليه إسحابه وحطه في المكان المطلوب بس زي ما قلنا أهم الشريطين عندي في مرحلة الرسم بنظام التو دي هم إيه شريط درو اللي هو شريط الرسم وشريط مندوفاي اللي هو شريط التعديل وهناخد طبعا كل الشريط منهم بالتفصيل وإزاي هنتعامل معاها إن شاء الله على مدار إيه الحلقات الجاية بتاعتنا طب تعالوا بقى نشوف التمرين ده بيتم إزاي إزاي أظهر وأخفي أشريطة وزي ما قلنا هو تمرين مش منهاجي أكتر ما إن هو مهار رازم تكون معاك إخفاء جوال إزاي أشريطة الأدوات هتتم إزاي أنا هنا عندي منطقة العمل بتاعتي وعندي شريط مدوفاي المفروض إن شريط مدوفاي ده وشريط درو دول من الأشريطة المهمة اللي عندي فبالتالي أنا هنا هسحبه لك أنا خليه هنا قدامي أنا جيت سحبته كده وروح تعمله إيه قفل وجيت وروح تسحب شريط ده هنا ده المدوفاي وقفلته بقى الاتنين مش موجودين أظهرهم إزاي طولز طول بارز أوتوكاد وظهرت هنا كل الأشريطة اللي قدر أشغالها هتلاقي إن الأشريطة متسستمة أو متأتبة بنظام أب جدي طبعا هنا ضغطت على درو فتح الشريط معايا في آخر موضع أنا كنت طول ستول بارز أوتوكاد وهدور على موضفاي هتلاقيه في حرف الام تحت في موضفاي في موضفاي تو أنا عايز موضفاي بس ظهر معايا الشريط الخاص بالتعديل طبعا كده يبقى نحن عند الشريطين طب هما ظهروا فين في آخر موضع كنت حطوا عليها طب أقدر أخفي من هنا آه طول ستول بارز أوتوكاد واجه عند موضفاي وضغط على أشيل علامة الصح اختفى طول ستول بارز أوتوكاد ودور على موضفاي هتل هعمل عليه علامة صح هلاقيه رجع في مكانه تاني وبقى بالشكل ده يبقى أنا أقدر أشتغل أقدر أخفي وأظهر الشريط بالوضعيات المختلفة أثناء عملية التنفيذ كده زي ما احنا شايفين وطبعا سهل جدا إن أنا أتابع كده زي ما احنا شايفين كده من بعيد أنا هو شايفهم بيختفوا وشايفهم بيظهروا دايما طول ستول بارز أوتوكاد وأدور على الشريط اللي أنا عايز أظهره ويظهر معايا بالشكل ده طبعا ده تمرين من التمرين اللي أنا بقوله عليها غير منهجية لكن هي مهمة بتساعدك أكتر لو أنت في امتحان لو أنت في أي حاجة تقدر أنت تبقى معاك الحاجات الأساسية بتاعتك ده يعتبر تمرين أساسي زي ما قلنا الشريط آخر موضع ليه بيظهر ويختفي فيه فبالتالي نخلي بالنا من الحاجات الصغيرة دي طبعا احنا نهارده عملنا تمرين بسيطة مع بعض لكن هي إن شاء الله هتكون تمرين مهمة كل مرة كده جمع تمرينك دي وحاول تنفذ أكتر عشان يبقى دايما تبقى أنت زهنك حاضر وتقدر تنفذ التمرين في أي وقت زي ما قلنا وزي ما وعدناكم على أول ما نوصل لمرحلة الامتحان هتبقى عندك القدرة تجاوب على أي سؤال موجود عندك في ورقة الأسئلة الخاصة بيك في نهاية حلقتنا نتمنى لكم توفيق وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر موسيقى